السلام عليكم كيف الحال ان شاء الله بخير وان شاء الله طيبين صلى على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام لايك وشير وسبسكراب لو انتم جداد ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا بجرس عشان يوصلكم الجديد النهاردة زهقنا من الوقفة في الطبخ كتير حبيت اعمل وجبة طواجن سريعة وخفيفة في الطعم ولذيذة مش مسبكة وهي طواجن اللحمة المشوية في الفرن سهلة وسريعة وريحتها واد انتم شايفين لسه خارجة من الفرن الريحة والله مش قادرة وصفها لكم غير طبعية من شاء الله سهلة جدا سريعة ما بتاخدش نص ساعة في الاعداد وطعمها واد انتم شايفين شكلها ويارد في حاجة بتوصل لكم الريحة من شاء الله روعة خلونا نشوف الطواجن شايفين فيها نسبة خضار حلوة كده ميكس والريحة رهيبة قدمتها مع روز بسمتي ابيض معمول بحليب جوز الهند كان مع الطواجن والله ما شاء الله طحفة واللحمة دايبة دوب وريحتها سهلة وسريعة مش تاخد منك اي وقت طبعا لو انتم ما تحبوش تعملوها طواجن فردية تقدر تحطي الطواجن تعمليها طواجن واحد كبير سرفيز كبير او بيريكس برحتكم كل واحد حسب المتوفر عنده لايكات وشير نبدأ بالمقادير هنبدأ اصحبي انا حطيت معلقة زبدة كبيرة وحوالي معاها معلقة كبيرة او معلقتين زيت يعني بالتقريب كده وحطيت ورقة لورة وفص مستيكة وهنتظر حتى الزيت والزبدة يسخنوا والزبدة الدوب ولازم الزبدة نضيف معاها زيت عشان ما تتحرقش معايا اي كمية لحمة انا معايا تقريبا يعني يمكن كيلو كيلو وربع كده تقريبا القطعية بقى برحتكم يعني عايزين تقطعها كبيرة ومتوسطة لكن انا مدام هو طاجن لحمة كده يعني فحسيت خبرت الراجل في السوبر ماركت الجزار انه يقطعها لي كبيرة شوية عشان تبقى ظاهرة كده في الطاجن يعني حطناها هنا هننتظر حتى تتحمر هي طبعا اللحمة بيكون فيها نسبة سكر فبتلاقوها كده يعني كارميلت هنا التوابل حطيت التوابل مشكلة ملح فلفل هيل كباب صيني وفلفل ابيض اضفت يعني نص معلقة نص معلقة كده من كل حاجة بالزبط ان شاء الله المقادير كلها بتاعة التوابل اللي استخدمتها في الاكلة كاملة هكتبها لكم والمقادير كلها هنكتبها في صندوق الوصف ومعايا بوصلة كده صغيرة اتعطاها اي تقطيقة بس عشان تديني طعم وريحة هنا اصحابي هننتظر حتى اللحمة تلون من الجانب الاول وهنبدأ اهو زي ما انتم شايفين هنبدأ نقلبها على الجانب التاني طبعا تقدروا برضو تستخدموا نفس الطريقة تعملوا معاها بصدور الدجاج يبقى طواجن بصدور الدجاج زي ما انتم شايفين هنبدأ نقلبها اتكرملت كده واخدت لون حلو من الجهة الاولى هنديها برضو لون حلو من الجهة التانية ونشوفوا الخطوة التانية مع بعض هنا اصحابي خلاص اللحمة كده اوكي لو اللحمة عندك صغيرة مش يعني عارفة ان انت هتدخليها في الطواجن تستوي بسرعة بلاش تعملي الخطوة دي وتضيف الماء لكن انا هضيف تقريبا حوالي نص كوب يعني كوب من الماء وهدي النار وخليها لحد ما تنزل ميتها وتشربها وتستوي يعني 75% يعني مش عايزينها استواء كامل لا 75% اللي هو 3 تربع سوى يعني هنا على ما اللحمة بقى تستوي هنعمل الصلصة حطيت معلقة زيت كبيرة او سمنة او زبدة المادة الدهنية اللي انتوا بتفضلوها تقدروا تستخدمها وهنزل بصلصة الطماطم اللي كنا عملينها مع بعض وهحط لكم الرابط في صندوق الوصف مع المقادير للناس اللي تحبت لسه ما خزنتش طماطم ولا حاجة وتضيفها معاها ضفت هنا معاها ورقة لورة وهضيف مكعب مرقة ماجي وتقدر تستغنوا عنها مش هضيف اي توابل مجرد بس هزبط الملح وفلفل ابيض وبس مع صلصة الطماطم وهسابها تتسبك اه 15 دقيقة على نار هادية حتى الزيت يطفو على الوجه يبقى الصلصة بتاعتنا تسبكت هنا اصحابي خلاص اللحمة شربت المية بتاعتها واستوت 75% وفيها شوية جوس انا خلتهم لان احنا هنستخدمهم وصلصة الطماطم هنا تسبكت معانا كده صارت معانا ممتازة ننتقل بقى للطاجل هنا عندي فاصولية بسلة جزر بطاطس فلفل احمر فلفل اغدر ومعايا بصل شرايح وتوم هبدأ اضيف الخضار كله مع بعضه والتوابل بصل بودر توم بودر هيل اللي هو الحبهان فلفل ابيض كزبرة وبهرات مشكلة طبعا مش هضيف ملح مع الخضار لان احنا اضافنا مكعب مرأ مع الصلصة الطماطم واضافنا واللحمة مزبطين الملح بتاعها فبالتالي انتبهوا عشان لو اضافنا كمان ملح مع الخضار هتبقى الاكلة ملحة جدا يعني فزبطوا الملح وضوءه يعني هنجيب الطواجن الفردية هعملهم على اربع طواجن طبعا تقدروا تحطوها في بيروكس واحد او طواجن كبير بروحتكم يعني او صنيع الامونيوم اللي موجود عندك اشتغل فيه هقسم الخضار قسمتهم على الاربع طواجن اللي عندي وهدي كده مغرفة واحدة من صلصة الطماطم اللي عملناها في كل طواجن بس مغرفة واحدة طواجن مغز جدا وسهل وسريع وما بيخدش منك اي وقت هنا اصحابي خلاص خلصنا حطينا صلصة الطماطم هجيب بقى قطع اللحمة واحطها على وجه الطواجن طبعا بقى انت حسب عدد افراد الاسرة برحتكم يعني بقى عايزة تحطي قطعة لحمة واحدة قطعتين تلاتة اه يعني برحتكم هنا انا وزعتهم كده اهم والجوز اللي نزل من اللحمة اضفت عليه نصف كوب من المية فقط لغير وهضيفه على الطواجن لان ده طبعا فيه الطعم والنكحة كله بتاعة اللحمة مع التوابل فما يستحيل نتخلص منه يعني ده اللي هدي طعم للطواجن اصلا لو انت اللحمة نشفت منك وما فيهاش مية بس ضيفي على الطواجن اه كل طواجن بس ربع كوباية مية لان الطواء الخضور لسه هينزل المية بتاعته فعشان ما يبقاش ميته كتير او مرق يعني هنا اصحابي خلاص كده الطواجن معانا ممتازة هحطها في صنية الفرن وهغطيها بالالمونيوم فويل وهشغل عليها من اسفل فقط على درجة حرارة ومئتين هتاخد من تلاتين لاربعين دقيقة اقصى حاجة لان احنا عندنا اللحمة خمسة وسبعين في المية من الاستوى الخضور اصلا انتو عارفين مجرد بس الطواجن يغلي الخضور ما بيخدش وقت لان الخضورات كلها انتو عارفين بتستوي بسرعة يعني فمجرد بقى الخضور يغلي ويشكشك مع صلصة الطماطم كده والاطعمة والنكهة كلها تمتازج مع بعض يعني هياخد من تلاتين لاربعين دقيقة وطبعا كل واحد حسب الفرن اللي عنده هنا اصحابي اهو زي ما انتو شايفين الريحة والله ما شاء الله عبية البيت والطعم اصلا كان ما شاء الله طحفة اهو زي ما انتو شايفين هطلعهم بقى من الصينية شايفين اللحمة كمان اخدت لون حلو ولذيذ والريحة مش قادرة وصفها لكم وطبعا اهو شايفين خرافة طعم وشكل وحاجة تفتح النفس ما شاء الله شايفين ما شاء الله طحفة هنقدموا بقى مع الرز بسمتي ابيض او تحبوا تقدموه مع الرز بالشعرية او فيه ناس بتحب تكن مع الخبز يعني كل واحد بقى يقدموا او ياكلوا بالطريقة اللي تعجبوا شايفين لون الخضور طحفة ورحته وطعمه ما شاء الله والله كان روعة واللحمة كملت الاستوى والطاجن كله شربت من بعضه يعني ما شاء الله كان رهيب اهو شايفين اللحمة دابة يعني دابة دوب بالزبط مع الرز البسمتي غير طبيعي ان شاء الله اصحابي هكتب لكم البهارات الاستخدمتها مع الخضور والبهارات الاستخدمتها مع اللحمة كل المأدير في صندوق الوصف ومأدير تغزين صلصة الطماطم هيحط لكم الرابط برضو في صندوق الوصف لو سمحتوا ما تبخلوش علي باللايك والشير والسبسكرايب والكومنت الحلو اشوفكم في طواجن كتير ووجبات سهلة وسريعة ما خدتش اقل يعني نص ساعة بالزبط وتكون جاهزة معايك وان شاء الله تنفعنا كوجبة في طور في رمضان او غدا سريع للمستعجلين لايكات وشير السلام عليكم اشتركوا في القناة